أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافقة 27 من يناير من هذا العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدلا من يوم سلساء الموافقة 25 من يناير وذلك بمناسبة عيد صورة 25 من يناير وعيد الشرطة